مع اقتراب موعد المباراة النهائية بين إسبانيا وإيطاليا على كأس الأمم الأوروبية لا تزال العاصمة الأوكرانية كييف تستقبل ألاف المشجعين عطفة الارتباط بالمنتخب الوطني لدى الإسباني والطليان دفعت الآلاف إلى السفر حتى بدون تذاكر دخول إلى المباراة الاتحاد الإسباني أعلن عن نجاح محاولاته في الحصول على حوالي ألف تذكرة إضافية لكن هذا المشجع يقول إنه من المستحيل شراء تذكرة من شباك التذاكر بينما يتم عرضها للبيع بشكل علني في الشارع سعر تذكرة الفئة الثالثة في السوق السوداء ارتفع من 50 إلى 200 يورو نعم يمكن أن تشتري التذكرة بأربعة أضعف سعرها ولكن كيف وصلت التذاكر المخصصة للاتحاد الإسباني إلى السوق السوداء هناك من نجح فعلا في مغامرة البحث عن تذاكرة للمباراة الحاسمة غدا ويشعر بنشوة الفرح ومن لا يحالفه الحظ سينتظر خلف أسوار الملعب في انتظار المشاركة في الاحتفالات هنا أمام شباك التذاكر المخصص للمشجعين الطليان يقف عدد قليل ممن يستطيعون شراء تذاكر الفئة الأولى أو الثانية غالية الثمن السؤال هو كم تذكر تم بيعها فعلا بهذه الأسعار المرتفعة قويت تعليف للمشجعين حسنا صل قطع ل